نقطة وزير الدفاع هل سيستمر ولا لأ هل وزير الدفاع في هذه الفترة بقى قبل ما يكون فيه وزارة جديدة هو المفروض ان هو يقدم استقالته بعد اصدار قانون فهي دي النقطة المفروض يستمر ولا لأ واللي بيقوله لأ وده كلها اسبوع الاسبوع ده ممكن الدنيا تتقلب فيه وإحنا في وضع شايفين كل الاضرابات بجميع بقى بنتكلم على عمال نقل وصيضلة واطباء وعمال غزل ونسيط يعني البلد مولعة وتمانية مارس كمان عودة المدارس وعودة الجامعات اللي اتأجلت بسبب أسباب أمنية يعني برضو عشان حدك قلتلي بس على التوقيت جيد حدك شايف لغاية دلوقتي ان هذا التوقيت جيد للاستقالة ايوة طبعا وابديت الأسباب فيما يتعلق طبعا النقطة المهمة اللي حيك قصرتها وزارة الدفاع لا يمكن المشير السيسي يستقيل في أول تشكيل الوزارة الجديدة لأنه المرحلة اللي جاية لغاية إصدار قانون الانتخابات وترشحه لا تحتمل تغييرات جزرية في بعض الوزارات وأهمها طبعا وزارة الدفاع أنا مش شايف اي مشكلة انه استمر كقائد عامل القوات المسلحة ووزير الدفاع في بداية الوزارة لأنه لو استقال النهاردة بدون معرفته لقانون الانتخابات الرئاسية الجديدة طب ما هو قد لا يترشح قد لا يترشح وقد يكون في القانون لا وغير كده القانون ممكن لا ينطبق عليك بالضبط طبعا يعني اللي بيتكلم عن أسبوع مش هلاية مش مسألة أسبوع مسألة مبدأ مبدأ هل فعلا هيترشح بدون أو هيحط في حسابه أنه خلاص هيترشح كرئيس الجمهورية بدون معرفة القانون ده يبقى يعني كلام لا يجوز أبدا